موسيقى مشاهدين أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من جولة الصحافة والتي نستعرض فيها وإياكم بالنقاش والتحليل باقة من الأخبار التي تداولتها الصحافة الأجنبية والعربية وكذلك العبرية ونبدأ جولتنا لهذا اليوم باستعراض العنوين التي سنناقشها معكم أبدأ من الصحافة الأجنبية وتحديدا من صحيفة The Guardian التي عنونت فرنسا تسجل أعلى زيادة يومية في الحالات لأكثر من شهر والأمر هنا مرده لفيروس كورونا أما المونيتور فكتبت ليبيا تشكو مصر والإمارات لمجلس الأمن بسبب تدخلاتهما عنواننا الآخر هو من صحيفة Independent التي كتبت الحكومة البريطانية تبدأ بالتفكير في إجراءات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا أما آخر العنوين التي نطرحها في الصحافة الأجنبية فهي لموقع Middle East Eye كورونا والكوليرا في ظل قطاع صحي متهالك في اليمن العنوين الأخرى التي سنطرحها في هذه الحلقة هي العنوين من الصحافة العربية وأبدأ من صحيفة القدس العربي التي كتبت عقوبات أمريكية على حافظ الإبن الأكبر للرئيس السوري وأربعة عشر كيانا وشخصا آخرين أما صحيفة الشرق الأوسط فتحدثت عن أن اليمن يقطف أولى ثمار اتفاق الرياض قبرنا الآخر هو من صحيفة فلسطين والتي تحدثت عن طرح رؤية سياسية من قبل خالد مشعل لمواجهة مشروع الضم الإسرائيلي أما العنوان الأخير الذي نطرحه في هذه الحلقة فهو من الصحافة العبرية واخترناه هذه المرة من صحيفة معاريف جينيرالات يستشرفون سيناريوهات مستقبل التوتر مع حزب الله دعونا مشاهدين نناقش وإياكم بالتفصيل ما ورد من عنوين في الصحافة العبرية لهذا اليوم ومعنا من لندن الصحفي عادل الحامد الذي يصحبنا عبر سكايب أستاذ عادل بداية أهلا فيك معنا وأبدأ من الجارديان التي تحدثت عن عودة ارتفاع عدد الإصابات في أوروبا بشكل عام وتحديدا في فرنسا التي قالت أنها حظيت بأكبر نسبة من الأعداد في إصابة فيروس كورونا بيوم واحد لأكثر من شهر هل هذا يعني أن التحذيرات التي كنا نتحدث عنها في جولة الصحافة في الأيام الماضية نقلا عن مختصين من موجة ثانية لفيروس كورونا قد بدأت أسعد الله أوقاتك بكل خير وأتقدم لك شخصيا ولمشاهدي قناة الحوار بأحرة تهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى في هذا اليوم هذا يوم تاريخي يوم عرف يوم تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنا ربما غاب عن عنوين صحافتنا اليوم هذه الصورة المقارنة بين مكة المكرمة وهي عامرة بالملايين من الحجاج يأمونها من كل أسطاع العالم وبين مكة هذا العام وربما يطوف بالكعبة عصرة ألاف فقط وفق شروط أمنية غير مسبوقة في تاريخ هذه الفريضة الإسلامية وأكبر مؤتمر ديني في العالم ربما لهذه لأول مرة في التاريخ وكانت هذه الصورة واردة في عدد من الصحاف البريطانية من هذا الانديبندينت وحتى في صحيفة الجاردين وهو يوم تاريخي أيضا لأن تونس تشهد اليوم ربما تصويتا غير مسبوك على استمرار الانتقال الديمقراطي ممثل في شخصية رئيس برلمانه هذه ملاحظة أولى وتهنئة خارج السياق وكل عام وأنت بخير أيضا أستاذ عادل الله يسلم أما جوابا عن سؤالك المتصل بالتقرير صحيفة الجاردين حول تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم عامة وفي أدول أوروبية وتحديدا في فرنسا في الشهر الأخير والإصابات غير المتسايدة بشكل كبير في الأيام الأخيرة فهذا يؤكد أننا وفق التقرير لسنا أمام موجة ثانية وإنما أمام تمدد لهذا الفيروس وأن الخطوات الاقتصادية والسياسية والصحية التي تم أخذها في مواجهة وباء كورونا من عدد من المؤسسات السياسية والعلمية والصحية الأوروبية لم تكن نتائجها على ما يرام وأن عودة فتح المطاعم والحانات والبقاهي وأيضا هذه التراخي في التعاطي مع الوباء ربما كانت نتائجه وخيمة ولذلك كل المؤسسات الصحية والمؤسسات السياسية في الغرب عامة وفي فرنسا تحديدا منكبون الآن حول إمكانية البحث عن أدوات جديدة لمواجهة هذا الوباء حيث أن الإغلاق تطرح التقرير عما إذا كان سيداريو العودة مجددا إلى الإغلاق وارد وهو يستبعد هذا السيداريو باعتبار أن الإغلاق سوف يشكل تحديا اقتصاديا غير بسبوق أيضا ربما لا تستطيع اقتصاديات الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا على أن تصمد أمامه وهو بالتأكيد يؤكد بأن هذه الإصابات تبثل تحديا كبيرا للسياسات الصحية الأوروبية وأيضا للاقتصاديات الأوروبية وأيضا لمنظومة العدالة الصحية خاصة في فرنسا التي كانت تعتبر واحدة من أهم الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية طيب سيد عادل في موضوع آخر ميدل إيست آي أو مونيتور عفوا تحدث في تقرير أو نقل تقريرا عن شكوى ليبيا لمصر والإمارات لمجلس الأمن بسبب تدخلاتهما على أي أساس يمكن القول بنت ليبيا اتهاماتها وفق هذا التقرير طبعا طبعا التقرير حدث عن جلسة مجلس الأمن التي خصصت لدراسة الملف الليبي ممثل أو مندوب ليبيا في الأمم المتحدة استكى وقال بأن الاتفاقيات التي حصلت بين حكومة الوفاق وبين تركيا كانت اتفاقيات معلنة وكانت اتفاقيات شرعية وفق كل القوانين الدولية وأن ما جرى بين تركيا وحكومة الوفاق تم إبلغه أيضا وتسجيله في الأمم المتحدة وأن مصر والإمارات ددخلت لدعم الميليشيات المتمردة على حكومة الوفاق ودعمتها بالسلاح وحتى بالمال وأشار التقرير إلى استضافة المصر لعدد من القيادات القبلية في مصر ودعوتها إلى التسلح في إشارة إلى الاجتماع المعروف الذي حصل بين الرئيس الفتاح السياسي وبين عدد من ممثل القبائل الليبية والذي أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية الليبية وحتى الأقليمية والدولية كيف يمكن لرئيس دولة أن يدعو القبائل الليبية إلى التسلح في إشارة إلى الدفع باتجاه الحرب الأهلية وأيضا التحريض على الاقتتال لكن هل تحدث التقرير أستاذ عادل عن جدوى هذه الشكوى الليبية إلى مجلس سلام طبعا التقرير تحدث أيضا عن جدوى هذه الشكوى قال بأن كثير من الدول الداعمة أصلا والدول المؤثرة في الشأن الليبي غابوا عن هذه الجلسة وهو ما يعني عمليا بأن الاستمرار للقسام الدولي بشأن ليبيا سوف يظل مستمررا وأن هذه الشكوى التي تم تقدم بها من طرف مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إنما تبثل تزهيلا لموقف دولي وأيضا ربما اعتبار بأن هذه بمثابة الشهادة السياسية الموثقة داخل المؤسسات الدولية بأن الإمارات ومصر وربما أيضا معها فرنسا متورطة في عرقلة الجهود الأممية وفي عرقلة تحقيق وإنجاز السلام في ليبيا طيب دعنا أتحول نعود مرة أخرى للحديث عن فيروس كورونا ولكن في بريطانيا من صحيفة انديبندنت التي تحدثت أن الحكومة البريطانية بدأت بالفعل بالتفكير في إجراءات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا هل هناك من خطط مطروحة فعلا في بريطانيا من أجل مواجهة هذه الموجة الجديدة السيناريوهات التي يقترحها التقرير أو التي يتحدث عنها التقرير وهي سيناريوهات ربما تتباين بين الردود الصحية مثلا كأن يتم تمديد العزل من سبعة أيام إلى عصرة أيام أو كالإجراء الذي تم اتخاذه قبل أيام بفرض العزلة أو الحزر الصحي أربعة عشر يوم على القادمين من بعض الدول الأوروبية التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا مثل القادمين من إسبانيا لكن ربما التقرير تساءل مرة أخرى هل يمكن للحكومة البريطانية مثلا أن تقدمها على التراجع على قرار فتح المطاعم والحانات والقاعات الترفيه ربما هذه تدعو إذن إلى بعض الإجراءات الحاسمة والحاسمة التقرير لا يتحدث كما سبق وأشرت كذلك إلى أننا أمام موجة الثانية لأن الموجة الأولى لم تنتهي بعد وهو يشير إلى التقرير من ضبط الصحة العالمية الذي يشير مرة أخرى بأن الموجة الأولى ما زالت منتشرة ولا أحد من الأطباء والباحثين يدركوا الآن طبيعة هذا الفيروس ولا حتى كيفية مواجهته والتحكب فيه صحيح أشرت تقرير إلى الإنجازات التي تحققت قبل أيام في جامعة أكسفورد والحديث عن الوصول إلى اللقاح يمكنه أن يضاعف أو أن يشجع من جهاز المناعة لكن هذه المعطيات ربما تحتاج إلى قرارات قد تكون صعبة وقاسية وحاجمة المؤشرات حسب التقرير ليست إيجابية ولا تصر الفكرة بأن فيروس كورونا لا يضرب في بريطانيا أو في أوروبا فقط وإنما يضرب في كل مكان تقريبا واليمن ليس بعيدا عن كورونا لكن اليمن كما يقول موقع ميدل إيست آي يعني يحظى أو يتمتع بمصائب متعددة إلى جانب كورونا هناك الكوليرا حسب تقرير ميدل إيست آي ماذا في تفاصيل هذا الموضوع؟ يعني أصدقوا ما يمكن أن يقال عن حال اليمن وهو حال يدمي القلوب ويدمع الأعين ويبكي كل ذي عقل وذي إنسانية هو هذا التقرير الذي يتحدث عن معلومات أتت بها جمعية أو ربما مؤسس أوكسفام الخيرية التي تقول وفق المعصيات بأن هناك أكثر من 100 ألف مصاب بوباء الكوليرا في الربع الأول من هذا العام وأنه ربما في الربع الثاني من هذا العام وهو الربع الذي شاهد هذا الانتشار غير المسبوك لفيروس كورونا المستجد لا توجد ربما قالت بأنه في انخفاض نحو 50% لكنها لا توجد ربما تقديرات دقيقة وحقيقية حول هذا الوباء التقرير يحذر من أن اليمن مقدم على كارثة إنسانية بكل ما تعبره الكلمة من معنى وأن وباء الكورونا أو المستجد ليس هو الوحيد وأن الكوليرا سوف تحصد أرواح مئات الألاف من اليمنيين حقيقة ربما كما التقرير يكشف بوضوح عن صعوبة ودقة المرحلة التي يعيشها اليمنيون وربما الوضعية الإنسانية غير المسبوقة وهي وضعية كارثية يعيشها اليمن ليس فقط وباء الكورونا ولا وباء الكوليرا وإنما أيضا أوبيا أخرى ربما على رأسها الجوع الذي يحصد أرواح ألاف الأفضل وهذا كله أيضا أستاذ عادل وعدم وجود التطعيم لهذا كله يضاف إلى مشكلات سياسية واقتصادية ومجاعة وما إلى ذلك من انهيار في القطاعات التعليمية والصحية وكثير من القطاعات في اليمن أشكرك جزيلا الصحفية دكتور عادل الحامدي على حضورك معنا في جولة الصحافة وكل عام وأنت بخير مشاهدين دعونا نتوقف وإياكم عند جولة من الأخبار الدولية ومثل ما نعود في إخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ هل تعزز موسكو السيطرة على الجولان السوري؟ تركيا اتخذت أربع خطوات هامة بمواجهة هذه الدول محكمة نصرية تغرم عائلات ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت بثينا نشر موقع نيوز ري الروسي تقريرا تحدث فيه عن محاولة موسكو السيطرة على الجانب السوري من مرتفعات الجولان وذلك لتجنب الوجود العسكري الإيراني بالقرب من الحدود الإسرائيلية وأشار الموقع إلى نشاط جماعات شبه عسكرية محلية تلقب بجيش حوران يراهن عليها الجانب الروسي للحيلولة دون حدوث مواجهة إسرائيلية إيرانية وأورد الموقع أن موسكو تسعى جاهدة لضمان سيطرة الشرطة العسكرية على الجانب السوري من الجولان ذكرت صحيفة يني شفاق التركية أن أنقرة اتخذت خطوات هامة مع دول عدة بما فيها إثيوبيا وعمان ضمن استراتيجية استباقية في مواجهة دول تحالف الشر اليونان والإمارات ومصر وفرنسا وإسرائيل وقالت الصحيفة أن تركيا أبرمت اتفاقا في مجال التدريب العسكري مع نيجيريا وأجرت اتصالات مع عمان ولفتت إلى أن إثيوبيا طلبت من تركيا دعما في ظل التوتر المتصاعد مع مصر فيما وقعت أنقرة بروتوكولا بشأن التعاون المالي والعسكري مع ألبانيا الجارة لليونان نشرت صحيفة كوميرسانت الروسية تقريرا تحدثت فيها عن فرض محكمة الاستئناف المصرية غرامة على المحامين الذين مثلوا أقارب ضحايا تحطم طائرة إيرباس اي 321 في خريف 2015 وقالت الصحيفة أن محامي عائلات الضحايا الروس تعانوا في قرار المحكمة التي رغم إقرارها بالمسؤولية القضائية المصرية للنظر في مطالب التعويض المحتمل إلا أنها رفضت الدعوة المقدمة ضد الموظفين في الحكومة الذين تسبب إهمالهم في حدوث المأساة بعد متابعة هذه الجولة في المنوى علي الأخبار الدولية دعوني أرحب مشاهدين بضيفنا هنا الذي ينضم إلينا في الاستيديو الأستاذ فايد أبو شمالة الصحفي الذي سيكون معنا للحديث في الصحافة العربية والعنوين سفايد أهلا فيك معنا وأبدأ من القدس العربي التي عنونت عقوبات أمريكية جديدة على حافظ بشار الأسد وهو النجل الأكبر للرئيس السوري و14 كيانا وشخصا في أي سياق جاءت هذه العقوبات؟ يعني هو الحقيقة السياق واضح هناك مجموعة من العقوبات تم إقرارها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف رموز وشخصيات سورية وفي النظام السوري طبعا ضمن ما يعرف بقانون قيصر هذه على ما يبدو الموجة الثانية من هذه العقوبات التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية فرضا هذه المرة تستهدف 14 كيانا وشخصية من بينها حافظ بشار الأسد وفي التحليل هناك ما يقال بأن الأمر جاء في إطار التنافس الأمريكي الروسي في سوريا وليس في مجال أو محاولة خدمة الثورة أو الشعب السوري هناك تنافس واضح بين القوى الدولية وحتى القوى الإقليمية في الشعب السوري بمعنى أن هناك رسالة مباشرة إلى النظام لأنه لا يجب التعاون مع روسيا حاليا على الأقل أو على الأقل هي محاولة لإغراق روسيا أكثر في تفاصيل الوضع الداخل السوري من خلال تحملها مسؤوليات كثيرة بعد فرض مزيدنا العقوبات على شخصيات وكيانات في النظام وبالتالي تصبح روسيا أكثر غرقا أكثر مسؤولية أكثر تدخلا في الشعب السوري دعنا ننتقل إلى عنوان آخر هو من صحيفة الشرق الأوسط والتي عنوانت أن اليمن يقطف أولى ثمار اتفاق الرياض بحسب الصحيفة ما هي أولى الثمار التي قطفها اليمن يعني الصحيفة أولا لي الصحيفة الشرق الأوسط نحن نعرفها هي صحيفة قريبة من السعودية أو تابعة للسعودية وبالتالي عندما نقرأ العنوان نفهم بأن الدور الذي تلعبه الرياض في اليمن يعني يحاول أن يقدم بعض البشريات لليمنيين خصوصا وأن الوضع في الفترة الأخيرة كان فيه صعوبات كثيرة ليس على صعيد المواجهة مع الحثيين ولكن أيضا ما بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة التي تدعمها الرياض بالتالي الخبر هنا يقول بأن الجهود التي رعتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمعت المجلس الانتقالي وممثلين عنه وممثلين عن الحكومة اليمنية قد أسفرت عن توافق على تسريع ما يعرف باتفاق الرياض هذا هو تفاصيل الخبر بناء عليه سيتم تكليف رئيس الحكومة الحالي بتشكيل حكومة جديدة وقد تمت إعادة تكليف معين عبد الملك مرة أخرى لرئاسة هذه الحكومة تمت إعادة تكليفه وتم قام الرئيس هادي بتعيين محافظ لعدن وكذلك مدير الأمن يعني في إشارة إلى أن الحكومة برئاسة هادي بدأت تتسلم مقاليد الأمور والفكرة أن محافظ عدن وأيضا مدير الأمن فيها أصبح من المجلس الانتقالي وهي العاصمة المؤقتة التي يفترض أن تسيطر على الحكومة وليس المجلس وبالتالي يبدو أن البشرة هي أنه يتم تقاسم السلطة السلطة أو ترتيب الأمور بطريقة معينة بحيث يتقاسم مجلس الانتقالي والحكومة المسؤولية أيضا فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني والمشروع الإسرائيلي الأخير الذي لم يتم إلى حد هذه اللحظة ألا وهو مشروع الضم صحيفة فلسطين تحدثت عن أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا خالد مشعل يطرح رؤية سياسية لمواجهة مشروع الضم ما هي رؤية مشعل في هذا الموضوع؟ هي رؤية مشعل يتلخص تقريبا النضال الفلسطيني منذ أن بدأ وحتى الآن أجزاء بسيطة منها تتعلق بموضوع الضم وموضوع صفقة القرن وباختصار أعتقد أن عنوينها هي تتمثل في تجميع قدرات وإمكانية الشعب الفلسطيني والاستفادة من ما أسمعه بفرص تتيحها أو يتيحها مشروع الضم من بين هذه الفرص أنه يمكن أن الموقف الفلسطيني الآن أصبح إلى حد كبير هناك شبه إجماع بين الفصائل الفلسطينية بين غزة بين رمالة هناك رفض لمشروع الضم وهناك جهد يتم بين الفصائل الفلسطينية في عملية المواجهة فهو يقول لا بد من الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا المشروع وفي المقابل الرؤية أيضا بجانبها تعلق بالسلطة أيها هذا ما كنت سأقوله مثلا التغيير وظيفة السلطة هو يقول هناك خياران إما أن نتخلص من هذه السلطة ونلقي بالمسؤولية على عاتق الاحتلال بالكامل وإما أن نغير وظيفة هذه السلطة بحيث أن تكون راعية للعملية النضالية المواجهة لمشروع الضم وصفقة القرن كما هو الحال إلى حد ما أو المثال الذي يأمل أن يكون هو مثال قطاع غزة هناك سلطة وترعى المقاومة ولا تتصادم معها وتسمح لها بأن تقوم بدورها في مواجهة المقاططات لكن رؤيا قد تكون تتصادم مع فكر الرئيس الشخصي فكر الرئيس محمود عباس الذي يعتمد دائما المسألة السلمية ومسألة خطة السلام مع إسرائيل هذا ما نتوقع من معرفتنا بمواقف القوة والفصائل الفلسطينية لن تتطابق هذه الرؤية مع رؤية حركة فتح ومع رؤية الرئيس أبو مازن ولكن أيضا أستاذ فايد حتى مسألة تغيير السلطة لوظيفتها هل من الممكن أن تقبل إسرائيل ويقبل مجتمع الدولي بذلك؟ يعني هو وضع الخيار الأول أن تتخلص إذا أرادت إسرائيل التخلص من السلطة تستطيع بفعل الأمر الواقع ولكن هذا يضغط أيضا على إسرائيل ووضع الخيار الآخر وأعتقد أنه الأكثر واقعية في الداخل الفلسطيني إذا قابت السلطة بالتخلص من التزاماتها الأمنية وتنسيق الأمني وبدأت ترعى العملية النضالية الفلسطينية بالكامل في مواجهة مشروع الضم هذا هو التغيير الوظيف الذي يطمح أو تطمح رؤية السيد خالد مشعل إلى تطبيقها في المرحلة المقبلة قبل الحديث في الصحافة العبرية مشاهدين دعونا نتوقف عند هذه الجولة من الأخبار المنوعة مثل منعهم في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ بعد عشرين دقيقة من اللعب إيقاف مباراة بالمغرب بسبب كورونا منع مشهورة سعودية من دخول متنزه بسبب لباسها إسرائيليون يرفضون إطلاق اسم أم كلثوم على شارع بحيفا قررت السلطات المغربية إيقاف مباراة لكرة القدم بعد ربع ساعات من اللعب بعدما أكدت التحاليل المخبرية إصابة لاعبين في صفوف أحد فريقي اللقاء وكانت المباراة قد جمعت بين ويداة تمارا ونادي القنيطرة لحساب دوري الدرجة الثانية من منافسات البطولة المغربية لكرة القدم وعللت السلطات المغربية قرارها بظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف النادي القنيطري بعد التحاليل المخبرية التي أجرها النادي قالت المشهورة السعودية مشاعر الجلعود إن مالك منشأة متنزه في مدينة حائل شمالية الرياض منعها من الدخول بسبب لباسها ونشرت الجلعود في حسابها عبر تويتر فيديوهات تتهم فيها مالك المنشأة بعدم السماح لها بالدخول لمجرد كونها غير محجبة رغم أن لباسها محتشم بحسب بقولها وأضافت كلمت الشرطة لكنها قالت لي هذا من حق صاحب المنشأة بدوره قال مالك المنشأة ورئيس لجنة السياحة والترفيه في حائل فارس السلامة أحترم كل إنسان يحترم ثقافة وتقاليد البلد والمكان الذي يزوره رفض نشطاء إسرائيليون يمينيون إطلاق اسم أمي كلثوم على أحد شوارع حيفا متهمين الفنانة الراحلة بأنها عدوة لإسرائيل وقررت لجنة التسميات في بلدية حيفا التي تترأسها رئيسة البلدية إطلاق اسم أمي كلثوم على أحد شوارع المدينة لأنها تعتبر من عظماء الغناء العربي ولأن حيفا حسب رأيها مدينة مختلطة تمثل نموذجا للحياة المشتركة بين اليهود والعرب وأكد عدو البلدية رجى زعاطرة أن تخليد اسم السيدة أمي كلثوم في المدينة هو إنجاز نوعي هام للعرب ومن جولتي الأخبار المنوعة نتحول للصحافة العبرية وتحديدا صحيفة معارف التي تحدثت أن جينيرالات يستشرفون سيناريوهات مستقبل التوتر مع حزب الله ما هي هذه السيناريوهات التي تحدثت؟ هو باختصار يحاولون القول بأن حزب الله ليس مستعدا لأي مواجهة أو لحرب مع إسرائيل وكذلك حتى إيران لا يتوقع منها أن تقوم بأشياء هناك إمكانية لأعمال انتقامية في المستقبل ولكن لا يتوقعون حرب بسبب الظروف التي يعيشها حزب الله في لبنان والوضع الاقتصادي الداخلي ومشاكل الكهرباء ومشابه طبعا هو برأيي تطمين للجبهة الداخلية الإسرائيلية معلم أن إسرائيل حتى لا تريد حربا الآن؟ إسرائيل طبعا لا تريد حربا بالتأكيد في هذه المرحلة ولكنها تواصل عملياتها واستهدافاتها سواء لإيران أو لحزب الله في سوريا وفي لبنان وفي غيرها الرسالة هي موجهة إلى الداخل الإسرائيلي لأنه في اليومين الماضيين حصل توتر على الحدود مع لبنان وبالتالي معاريف تستطلع أراء بعض الجنرالات في الجيش الإسرائيلي في محاولة لتطمئنة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنا برأيي ربما يكون صحيحا أن حزب الله ليس راغبا في حرب كاملة أو شاملة مع إسرائيل في هذه المرحلة ولكن أيضا من المتوقع أن الهجمات التي شنتها إسرائيل مؤخرا وأدت إلى مقتل بعض العناصر سوف تكون لها ردود انتقامية شكرا لك الصحفي فايد أبو شمال على حضورك معنا في جولة الصحافة لهذا اليوم وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام أيضا على المتابعة هذه أطيب المنى في أمان الله اشتركوا في القناة